الفيسبوك تحول إلى منصة لنصب والاحتيال من خلال بعض الصفحات الوهمية التي تتاجر بمنح بطاقات أشبه بالينصيب وتعد الآلاف من المتابعين بجوائز قيمة ليتفاجأ بأن الجائزة عبارة عن حضر لحساب الفائز وحسن واحدا منهم عدهم عروض أن تقدر تربحوا يانا آيفون 13 بوماكس وسيارة سنة 21 تذكرتين سفر إلى تركيا بس كل ما هنالك عليك يعني تضطي 30 ألف للمندوب ويدزلكي الكارت بعد ما يدزلك الكارت الشخطة ويدزلنا صورة هذا الكارت مزيج أنه بعدين يقولوننا ألف مبروك يعني بعد يوميا ويدزوا لك الهدية وبعد من تفوت يوميا ما يدزون الهدية ويطقونك بلوك شركات وهمية مختفية من أرض الواقع ما يصعب السيطرة عليها تستخدم شركات التوصيل في وصول بطاقاتها إلى الزبائن الذين تغريهم بعض التعليقات الإيجابية من قبل الشركة بينما تحجب التعليقات السلبية وتمحى أحاديث الكثيرين يأتي تبوى عليها غباح جوائز وهي ما تبين لك التعليقات السلبية بعد ما يستلمون المال من يمك تستلم الكارت والجوائز رح تظهر لك تعليقات سلبية هواي يعني يعدهم خبر أنه يغفون هاي التعليقات السلبية بحيث اللي يجي مثلا ويشترك هايش مسابقة ما يبين لها إذا يبيع 30 كارت على ألف واحد يحسبها 30 مليون وجوز مواصل محافظات يستخدمون رقم أماراتي حتى يغفي عنهم الحقيقة ما يبينون مبالغ بالملايين تحصده تلك المواقع مستغلة حاجة الكثيرين إلى إجهزة هاتف أو غيرها لتطلع عليهم بخدع لابد من التذقيف لإيقافها يعني أنا أحب أقول لبعض الناس أنه ما تؤمن فكات هيج جواز قيمتها كلش غالية بمبلغ بسيط مادة يعني فيعني إحنا الله ما خلقناه هايش يعني أنه نربع هايش لا الواحد إنسان لازم يتعب ويتعب عن نفسه على مود يحصل على هذا الشي أنا هذا الشي ما أؤمن بي يعني معقولة آيفون 13 واقع 15 واقع 30 ألف حسن والكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصطدمون بصفحات وهمية توجد عبر الفيسبوك تقدم جوائز وحدايا ولكنها في النهاية تبقى وهمية والرد الحكومي والتعامل الحكومي مع هذه الصفحات حتى هذه اللحظة يبدوها أيبان من بغداد علي أسد الرشيد